والكلام ده كله خلينا روح للمهندس عبر ايه المشكلات اللي بتواجه المستثمر في مصر؟ يعني انت كان عندك الكهرباء جزء ولكن اكيد انت بتتعامل مع وزارة الصناعة والتجارة بتتعامل معاجهات مختلفة الكهرباء زي الغاز زي غيره ايه المشكلات اللي بتواجه المستثمرين؟ يعني بشكل عام يعني على الاسكيل مثلا رئاسة الوزراء والوزراء بيبقى فيه توجه قوي ودعم زي ما تكلمنا في مشكلة زي دي لحل المشاكل لما بتنزل للصغار موظفين او مش صغار يعني موظفين ايه ما احنا عندنا كبار وصغار عادي يعني ما تتعامل معاهم بتلاقي برضو الناس دي بتتعامل احيانا ببيروقراطية شوية بيبقى يعني خايف ياخد قرار يعمل لك حاجة فمسلا يسأل عليه فبيستنى ان تجيله مثلا زي ما احنا عملنا حاجة تيجي مثلا من توصية من حد او كده بحيث ان هو يبقى مأمن نفسه محدش يسأل بعد كده يتقال له ما هي فكرة الخوف في الايد المرتعشة دي طول الوقت يقولك انا مليش دعوة غير يعمل بالزبط لكن احنا كصناعة يعني ما عندكش مشاكل لا طبعا ازاي المشاكل زي ما المشاكل لا ما هو مش تيجي على الهواء ما تتكلمش من وجوه وتطلع بره تقولي البلد فيها مشاكل لا الحمد لله احنا المشاكل كده كده موجودة ولكن يعني في مقاومات كويسة وفي حاجات كويسة احنا مثلا كشركة عندنا بوتانشل عالي في الصادرات بتاعاتنا احنا بنصدر برضو صناعة سيارات بس اجزاء معدنية بتدخل في صناعة سيارات بنصدر شركات عملاقة في ألمانيا بتصدر قدي ايه تاني احنا كنا بنصدر 100% من انتاجنا بس طبعا نتيجة لازمة كوفيد 19 وكده الصادرات قلت لان صناعة السيارات بره برضو تأثرت يعني الكلام على ان كوفيد والحرب الروسية الاوكرانية أثروا علينا وعلى اقتصادنا بالفعل طبعا ده تأثير حقيقي يعني مش كلام حكومي طبعا بس فيه برضو يعني الحاجات دي يعني فيها مميزات برضو بتطلع يعني برضو مثلا يعني خريطة الامداد حول العالم وثلاثل الامداد بيعاد تشكيلها دلوقت فاحنا عندنا فرصة في مصر ان احنا نقدر ناخد من الماركت شير العالمي ده يعني جزء كويس ان احنا نبدأ تاني نتوسع خاصة ان انا مصر عندها مثلا فقط في توليد الطاقة في وقت العالم كله عنده قزم الطاقة عندنا اتفاقيات مع دول زي اتحاد الأوروبي وزي جامعة الدول العربية وزي اتحاد الأفريقي كلام ده كله بيدلنا يعني تل مصنع بتاعك في سكندرية عندك اي مشاكل في التصدير لا احنا 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 منطقة حرة خاصة فالتصدير بالنسبة لنا سهل جدا يعني هل كان عندك مستلزمات انتاج كان في ازمة تدخلها اه دي كان عندنا ازمة فيها بفترة يعني احنا فيه مستلزمات وتحلت بدأت حاليا تتحل احنا طبعا فيه مدخلات صناعية بنجيبها من جوا مصر وفيه حاجات من بره مصر ففيه حاجات في وقت من اوقات من 3-4 شهور كده كان فيه يعني عندنا احنا طبعا افران صهر وحاجات معينة تكنولوجيا لازم حاجات تتجاب من بره فكان فيها بعض المشاكل لكن دلوقتي بدأت الازمة تتحل شوية فطبعا يعني هم افراجوا والحكومة الدولة ده بعت فلوس كتير علشان تدخل البطاعة اللي كانت مركونا في المواعي بزبط وانا طبعا يعني مفروض يعني وده اللي تم فعلا ان المدخلات الصناعية بيبقى لها اولوية واعتقد هم بيدوا اولوية للمدخلات الصناعية لانه طبعا بتبقى موقفة انتاج وموقفة مصانع احنا عندنا رانين كوست عالية جدا فما ينفعش ان احنا الوقفة في وقت معين في يوم بيتمعك شركاء برا مصر مش مصري لا 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 احنا مصري شركة شركة مصرية شركة مصرية هل بتفكروا تتوسعوا وتاخد عرض عندنا احنا طبعا كنا بنصدر بعشرين مليون يورو وكان بنصدر لفولكسفاجين وبي ام دابلي ومرسيدس وشركات علامات تجارية عملاقة في ألمانيا وكان فيه خط التوسع مع العمل وطلبوا ان احنا نضاعف الانتاج وبالفعل جبنا خطوط انتاج جديدة العربيات فيه ازمة في العالم فيه ازمة اوه ولكن للأسف خطوط الانتاج دي لسه عندنا وصلت المصنع في سندقها وجديدة وزي ما هي مركبناهاش فعندنا خطة التوسع ما هو حصل يعني زي في الدماند من العمل يعني بدأ ان هو بدأ ما كان عايز كميات كبيرة نتيجة للأزمات اللي حصلت عنده بدأ يقلل قلل شوية لكن بدأ دلوقتي طبعا برضو يحصل تنامي لان فيه زي ما قلت حياتك من شوية فيه متغيرات في العالم يعني طبعا فيه مثلا عقوبات على الصين على المنتجات الصينية انها تخش اوروبا او فيه anti-dumping fees فيه مصاريف اغراج فهما يفضلوا ياخدوا مننا خاصة ان احنا معفيين في الجمارك مع اوروبا فالكلام ده كله عامل تنامي للطلب على المنتجات بتاعتنا ففيه خطة ان احنا نركب الخطوط الجديدة ونرفع الطاقة الانتجية بتاعتنا ان شاء الله بإذن الله يعني بدأت تدخل حيث تنفيذ الايام بيه ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر